ما حكم التعزية؟ حكم تعزية أهل الميت التعزية مستحبة مستحبة استحبابا شديدا لأن بها مواساه لإخوانك المصابين بموت فقيدهم ولأن بها زيادة في تآلف المسلمين وأخوتهم والرسول صلى الله عليه وسلم يقول مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى ومعنى التعزية أن تواسي أهل الميت بقى لله إن لله وإن لها راجعون لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بقدر فلتصبروا ولتعتسبوا نصبرهم نصبرهم كان رجل صالحا للناس تسمي عليه خيرا كان مصليا فادعوا له بالرحمة ادعوا له بالمغفرة ونواسيهم ونصبرهم هذا هو معنى التعزية وليس معنى التعزية هذه المياتم وهذه السرادقات وإن كنت لا أجزم بتحريمها لكن الكراهة فيها شديدة الكراهة فيها شديدة من مغالاة ومن تعب الأهل الميت تعب على تعب ومشق على مشقة وليست هذه مراسم التعزية عند الرسول ولا الصحابة الكرام يعني مراسم التعزية عندنا شديدة وفيها مشقة بخلاف يسر السنة فالسنة كلها يسر وسهولة في التعزية أن أذهب إلي أن أحضر الجنازة لو استطعت ذلك لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال من صلى على جنازة فله قراط ومن تبعها حتى تدفن فله قراطان والقراط مثل جبل أحد أحضر الجنازة أوسي المقالة إن لله إن الله يراجعون اصبر يا فلان واحتسب انتهت المسألة وصبرته لكن بهذه المشقة التي تكون والأموال الطائلة التي تنفق في موضوع التعزية كل ذلك أقل أحوالها الكراهة ولقد نص عدد من غير واحد نص غير واحد من أهل العلم على كراهة تكرار التعزية وعلى كراهة هذا الاجتماع الكبير على التعزية والنفقة البالغة لكن نعم ممكن نعم المجلس لكن مجلس لا ينفق فيه هذه الأموال الطائلة لا ينفق فيه هذه الأموال الطائلة لماذا وما السبب ولصالح من هذه الأموال الطائلة لو أنفقت للميت كصدقة عليه لكانت أنفع وأكثر بركة وأكثر بركة فينبغي علينا أن نعامل ربنا في تعاملنا ليس للفخر والخيالاء أو ليس للتفاخر فليس في مجال الموت والتعزية تفاخر نحن بنعز ناس ميتين وأهل الميت يصنعون طعام للناس فيه مشق عليهم بل يصنع لهم طعام إن من الصواب أن يصنع لأهل الميت الطعام لأنه جاءهم ما يشغلهم لا أن يصنع أهل الميت أنفسهم للناس الطعام فينشغل بمصابهم ونزيد عليهم المشقة على مشقة وهذا كله خلاف للسنة فالله الله في جسر السنة وسهولته وأن نعزي الناس تعزية هادئة في جسر وسهولة لا تعطي المصارح العباد ولا تثقل عليهم ولا غير ذلك